فيما يتعلق بشارع صلاح الدين أيضا وفق بيان الإعلام الحكومي عادت الحركة وفق البيان لطبيعتها بعد تصدي المقامة الفلسطينية حاولت التوغل في تلك المنطقة التي وهي نقطة واحدة تحديدا لم نسمع أي معلومات حول توغل في شريحة عريضة أو منطقة جغرافية واسعة هذه النقطة قريبة من الحدود ثلاثة كيلومترات أو أقل من الحدود تم وصول الوصول إليها على الأقل في ساعات ونحن نتحدث عن نقطة زمنية ربما تكون ساعات الفجر الأولى مع وابل من النيران والقذاف المدفعية والقصف من الطيران وصلوا إلى تلك المنطقة ثم على ما يبدو تراجعة هذه الآليات العسكرية والدبابة واحدة شاهدناها بالفعل في الفيديو الذي نقل المشهد من هناك واستهدفت سيارات المدنيين لكن وفق شهادات الإعلام أو بيان الإعلام الحكومي يقول أنه انسحبت تلك الأليات ولا يوجد توغل واسع شرق مخيم البوريج بطبيعة الحالة هذا ما أكدناه خلال الأيام الماضية ونستطيع تأكيده الآن أن ما يحدث شرق مخيم البوريج هو تقريباً 300 إلى 400 متر فقط ولا يوجد توغل داخل المخيم لأن المنازل هناك تختلف عن المنطقة التي تم توغل فيها صباح هذا اليوم المنطقة التوغل صباح هذا اليوم منطقة زراعية مفتوحة عدد قليل من المنازل حتى المنازل في تلك المنطقة ومحيطها تم استهدافه لكن مخيم البوريج مثلاً تلك مناطق مكتظة بالسكان ومنازل المواطنين ملاسقة أو تكاد للشريط الحدودي وذات الحال يقع في منطقة شرق حي الشجاعي وبالتالي هذه واحدة من النقاط إضافة إلى النقاط التي تقدم فيها خلال الأيام الماضية أولاً بيت حانون الشمال الشرقي وثانياً بيت لاهية إلى الشمال الغربي من قطاع غزة وهذه المناطق أصلاً رخوة بالمعنى العملياتي حتى لأنه لا يوجد فيها منازل للمواطنين منطقة مفتوحة مكشوفة لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية مكشوفة للمدفعية التي تستهدف كل المتحرك هناك حتى أراضي المزارعين لا يستطيعوا الوصول إليها والحال ذاته فيما يحدث في منطقة بيت حانون لكن في بيت حانون تم مسح أحياء بالكامل وضمها إلى المساحات المفتوحة المكشوفة لجيش الاحتلال الموازية والملاسقة لها الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 ترجمة نانسي قنقر